السلام ولأهل السلام وتحية محبة واحترام سلام للجامعة في الحلقة الماضية بدأنا مناقشة موضوع البيئة التي ظهر فيها القرآن هل كانت وتنية يعبد أصحابها الأصنام والأوتان؟ وبالتالي فالنص موجه لهم مباشرة أو تمهيدا لترك عبادة ما لا ينفع ولا يضر وإقناع أصحاب هذه العقيدة بتركها وعبادة الله الواحد إلى جدهم إبراهيم الخليل وهذه هي الصورة الأحادية التي ترسخت في أدهان المسلمين أكثر من 12 قرن فالسيرات والروايات والأخبار تجمع على أن مجتمع قريش كان مجتمعا وثنيا على أغلبه لكن النص القرآني تقريبا هو الشاهد الوحيد على ذلك العصر لا يعكس هذه الصورة تماما كل الكم الهائل من الآيات التي تتحدث عن الأصنام والأوتان جاءت كآلهة تعبد في عصر إبراهيم الخليل والنبي إلياس أو إليا أو كانت تعبد عند الأنباط ومملكة تدمر وذلك قرون عديدة قبل الإسلام كاللات والعزة ومنات التي ذكرها القرآن مرة واحدة في صورة النجم خلال الآيتين 19 و20 ضمن أكثر من 6000 آية في القرآن وعليه لا يمكن أن نعمل تقافة مجتمع بأكمله على وجود آيتين دون إشارة واضحة إلى هذا المجتمع خصوصا في ظل عدم وجود أي آطار بهذه الآلهة في مكة والمدينة أي ترب كما نجدها في البطراء وتدمر ولا يذكر القرآن تفاصيل بارزة ويمكن الاعتماد عليها للقول إن قريشا كانت تعبد هذه الآلهة في عصر الرسول والسؤال مطروح ما هي الخلفية الدينية التي ظهر فيها القرآن؟ للرد على هذا السؤال نعود للقرآن نفسه كشاهد على عصره ولا نعتمد على أقوال السير والأخبار والروايات التي جاءت بعد أكثر من قرن ونصف من الحدث النص القرآني يتحدث عن موسى كشخصية محورية حيث احتل المرتبة الأولى في ذكر أسماء الأنبياء بحوالي 137 مرة ثم يليه اسم إبراهيم الخليل في المرتبة الثانية ب69 مرة وعيسى بن مريم في المرتبة الثالثة ب25 مرة ثم يقدم القرآن أهل الكتاب بصفة عامة من اليهود والنصارى ب54 مرة وعلى رأسهم بنوا إسرائيل ب40 مرة ومثل هذا العدد إحالة إلى النصارى وثلاث مرات فقط أشار إلى الصابئة المندائيين أتباع يحنى المعمدان وذلك في البقرة 62 والمائدة 69 والحج 17 ثم مرة واحدة للمجوس في نفس الآية في سورة الحج الآية 17 وهم طبعا الزرادشتينو ومما يلفت نظر كذلك وجود فئة متهودة أي ليسوا من عرق يهودي اعتنقوا اليهودية بعشر مرات عبر عنهم بالذين هادوا أي يعلنون اليهودية وحتى المشركون فلا نعرف بوجه الدقة من هم بحسب القرآن هل هم الوثنيون أم المسيحيون لأنه يعتبر المسيحيين من أهل الشرك وذلك في سورة المائدة 72-73 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ثم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد إلى آخره فالمشركون مذكورون في عدة آيات معظمها تتحدث عن الشرك بصفة عامة ولا تخص أهل قريش بالتحديد بعد هذه الإطلالة على النص القرآني وقد سبقني لذلك الأستاذ الألماني جيرهارد بوفرين في مقال بعنوان البحث الأحدث حول بناء القرآن نشر سنة 2007-2008 ومن خلال كل هذه المعلومات الموجودة في القرآن التي كان على اتصال مباشر بأهلها بأسلوب جدلي على أغلبه يشير إلى أن المجتمع الذي عاش فيه الرسول مجتمعا متعدد المداهب والديانات في معظمه تعود لما يسمى بالديانات الإبراهيمية يغلب عليها الطابع الميسيانيك أي المؤمنون بقدوم المسيح أو المصيح المخلص وهذا المجتمع متكون أو مكون من فئة عريضة من النصارى التي آزرته وفئة صغيرة من اليهود وأخرى من المسيحيين الذين بين قوسين أشركوا عارضوا محمد وأتباعه وضايقوا دعوته كما تدل الآية 82 من سورة المائدة فهناك الكثير ممن يخلط بين المسيحيين والنصارى ويعتبرهم مجموعة واحدة فالقرآن يكفر المسيحيين ولا يذكرهم بالإسم لقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم ويشركون به كذلك حسب رأيه بالقول إن لله ثلاث أقانيم كما يمكن للصنباط من الآية 72 و73 من سورة المائدة وأقلية قليلة من الصابئة والمجوس وربما حتى الوتنيين وهذا لا يوافق ما وصلنا عن مجتمع قريش الوتني في معظمه فكيف يخاطب النص القرآني هذا المجتمع الوتني بآلاف الآيات الجدلية عن موسى وعن إبراهيم وعن عيسى بن مريم والإشارة إلى التوراة والزابور والإنجيل وصحف إبراهيم لماذا لا يحاج عبادة أصنامهم ويبين عيوب طقوسهم وصلواتهم وأناشيدهم الوتنية فما دخل المجتمع الوتني الذي يعبد اللات والعزة وهبل بأنبياء بني إسرائيل والملائكة والشياطين ويكفر المسيحيين بقولهم على الله ما يقولونه ثم يكرر عدة مرات أن النص القرآني بلسان عربي مبين لوتنيين أو العرب ووتنيين فهل كانت هناك كتب أعجمية للوتنيين العرب وهذا القرآن له ميزة بأنه بلسان عربي أم الإشارة للكتب الذي ذكرها في طياته كالتوراة والزابور بلغة عبرية أو آرامية والإنجيل أو الأناجيل بلغة اليونانية والسوريانية كان للعرب النصارى والمسيحيين كالغساسن والمنادرة والعرب الذين تهودوا وهذا القرآن هو امتداد لها ومصدقا لنصوصها في كل تدخلاته وعلى ضوء هذه المعطيات في النص القرآني يمكن القول بكل تقى أنه ظهر في مجتمع يؤمن بالله الواحد في جوهره ولا علاقة له بمجتمع وثني كما تدعي السير والروايات بعد أزيد من قرن ونصف من الزمان تحاول شيطنة المجتمع العربي وإظهار العصر الذي ظهر فيه القرآن بعصر الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء حتى يسم الإسلام فوق العصر المظلم الجاهل الوهمي هروبا من مواجهة المجتمع التوحيد اليهودي المسيح النصراني بتاريخه وأفكاره ومعتقداته والاكتفاء بلغة التهدد والوعيد كلغة لإخراس كل المجتمعات غير المسلمة نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء اشتركوا في القناة